ترجمة نانسي قنقر هاو ما كاتبين مرة أخرى على المسيحيين وكاتبين نفس الشيء ليه جديد ولا ينبغوش يحشموا هذا الناس قللك ما قللك هادو اللي كيواللي ومسيحيين هما مغرر بهم حيث يعطيهم الفيزا والخدمة والفلوس والفلوس قال لك وبيني وبينكم عندما قرأت هذه الهضراء أول مرة كنت في هذه القهوة بالذات كان قرأت في جورنال بحال هذا ودك النهار تيقت كل هذه الكلاب وكنت قلت مع راسي يكنها مزلوط مزلوط والحرام ما بغيش نقرب ليه ولا نمسه ولا عياده بالله فإذا كانوا يعطيهم الفلوس فهذه هي الوجيبة ديالي الفلوس هما غادي يعطيوها بالخاطر ديالهم يعني لا أنا سرقت ولا نديت لشي حد رزقه ولكن راه خاصني نقول لي مسيحي وهذا الشي راه صعيب نهاري غادي نقفرها مع موالين ضاري لجابو الخبار قال لي واحد الرأس والتمالك يا صاحبي واش انت غادي تولي نيت بالصح مسيحي غادي تمتل عليهم باللي انت مسيحي ومن اللي يعطيوك قلب الفيستا مرة أخرى راه الإيمان هو في القلب فالحقائد الرأس قنعني باش نمشي عند المسيحيين ونبدأ واحد فصول ديال واحد المسرحية أنا مسيحي أعطيوني قبل ما نمشي بديت نحلم وعيني محلولين الفيلا والطموبيل والزلود والحفلات وزيد 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 ومني حليت عيني قد راسي غير كان نحلم أنا باقي مزلط ما عندي احتفرنك في جيبي يلا عندي باش نخلص الكاس اللقاه والمارسة اللي كنت نشرب فيه ولكن منين نبدأ؟ أنا بغيت الفلوس ولكن فينا هما المسيحيين باش يعطوني الفلوس باش نلقاهم راه مشكيلة في الجورنال سهل تلقى خبارهم ولكن مني تجي تقلب عليهم بالصح راه ما هي يومة لونها حاجة صعيبة وماشي سهلة قلبت في الراديو حتى سمعت كلام غريب بالعربية سمعت عبارات أول مرة كنسمعهم في حياتي النعمة، الخلاص، اليسوع، الحياة الأبدية في الحقيقة الكلامني كانوا يقولوه ما كان قاع غراضي أني نسمعه وما كانت تفكر من نواله أنا بغيت حاجة واحدة وهي أنه ميقولوه لي عنواني ولا تليفون باش نكتبليهم أو نتصل بهم وفعلا في الأخر سمعت عنوان قيدته وكتبت برا وحيت أنا إنسان دغري وما عنديش مع التراوير كتبت ليهم نيشان باللي أنا مستعد منكون مسيحي لكن شحال يعطيوني وداز من الوقت شي شهر وأنا كنت سن الجواب وجات البراء وحليتها لقيت رسالة قلبت الجواب وستق وقلت وفين هو الشيك؟ بديت نقرأ في البراء ربما يعطيوني فيها الكود دي الويسترن يونيون أو المونيجرام وبديت نقرأ صديقنا الكريم لقد فرحنا برسالتك والتعرف معك وبلا بلا بلا وزيت بش نقصره وكي يقولوا إننا لا نقدم أي نقود لأي كان حتى يغير دينه بل نحن نشارك ما نؤمن به فقط فإذا اقتنع الشخص وآمن بما نؤمن جيد وإن لم يقبل ورفض فنحن نحترم حريته ونتمنى أن تستمر صداقتنا معه لهذا فنحن لا نستعمل أي وسيلة للإغراء ولا نقدم أي عطايا أو أعودي أي شخص مقابل أن يصبح مسيحيا هذا كان كلامهم في الأول اللي عند كل المسيحيين اللي في العالم وطلعت لي القرضة للرأس وقلت هذه المسيحيين كتابين وجاءوا حتى اللي عندي وما بغوش يعاونوني أكيد كيعطيهم الفلوس علش ما بغوش يعطيوني أنا حتى برتت معه رأسي عاد بيسكن سوبي وفين هما هذ المسيحيين المغاربة اللي يخطوا الفلوس وش حال هما؟ وش حال خداوا باش يغيروا دينهم؟ أسئلة اللي المقال ديال الجنان ما أعطانيش الجواب عليهم هنا رجعت زعفت لكن داب أعلموا المقال حيث المسيحيين كانوا واضحين معايا لكن اللي قال لي يا بللي هما كيعطيوا الفلوس ما أعطانيش أي دليل على كلامه واليوم أول واحد آخر كاتب نفس الكلام ما بغاش يحشم ولا عنده وجهة على ش يحشم ولكن في الحقيقة نحن اللي نستاهلوا لحقاش سمحنا لهم يضبعونا حيث كنشريوا الجورنالات ديولهم باش يعمروا لنا ريوسنا بالكذوب والهضراء الخاوية ونحن كنتيقوهم ذاك الشعلاش نحن كنستاهلوا وشوف أخويا رهمك إلا فلوس ولا هم يحزنون ولا تيقتي الهضراء الجورنالات وطلبتي الفلوس من المسيحيين وما أعطوكش ما تلومش المسيحيين سيرج ببدل ودنين لهادك اللي وصل لك الخبار بلا ما يعطيوك ولو حالة وحدة كتبت كلامه أما بالنسبة لي اللي بغى يكون مسيحي وهو مقتنع عن دول حق يقول أنا مغريبي ومسيحي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة